ما بقى هو ده الكلام بقى جدعان بقى اخيرا بقى عرفنا نتحرك في المياه هنا. اخيرا نتحرك براحتنا بقى. بقى كن البتاع دي هي اللي هتحركنا كده. سلام عليكم يا شباب ازايكم عاملين ايه واهلا بيكم في حلقة جديدة من نجاف البحر. قبل ما نبدأ عايزين نصلى على النبي عليه وافضل السلام. وتنزل حلقة. تحط لي بقى اللايك الجميل بتاعك. عايزين نوصل فيديو ده جدعان لأكبر عدد من اللايكات. ويلا بينا. وانا ما جدعان المفروض ان احنا مسميين السلسلة دي النجاف البحر. ورافت مسمينها النجاف البحر ف Fareكيد كده يحصل لغبطة. فاحنا هنخلي دي النجاف المحيط. ونخلي رفت زي ما هي النجاف البحر عشان في منكم عايزنا كمل السلسلة دي. وفي منكم برضو عايزنا كمل سلسلة فاحنا ان شاء الله هنكمل السلسلتين عشان نعرضي كل الناس اللي عندي. وفي نفس الوقت انا متحمس بصراحة ان انا كمل السلسلة دي. فالله بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم احنا المرة اللي فاتت اتنقلنا من الجزيرة اللي هناك دي للجزيرة دي وعندنا ازمة كبيرة جدا 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 عندنا نقص في الحبال فعشان اجيب حبال للأسف دورت هنا في الجزيرة دي كلها قلبتها حتة حتة وملقتش ولا اي حاجة اقدر اعمل بيها حبل وعشان اجيب حبال محتاج ان انا اعمل الشاكوش ده تاني محتاجينه ضروري جدا يا جدعان لان ده اللي بيكسر النخل فمضطرين للأسف نمشي من الجزيرة دي حتى من غير ما نستكشف الكهف اللي موجود فيها فالله بينا نتوكل على الله طبعا انا اكتشفت ان انا اقدر ازوق المركب دي تجدعان وتودينا بقى مطرح ما تودينا في يلا بينا بسم الله سيري على بركة الله يا رب بس ما تبعد عني خالص يعني ايوة في سمكة هتاجم علينا دلوقتي لأ نطلع بقى على المركب برضو اتحشر التاني هو قصد يوقفني هنا عندي الجزيرة دي مش عارف لايه يعني هنتحرك وهنتحرك فيها حركة ان شاء الله النهاردة ايوة هي كده اتزبطت شوية خلونا بقى نحركها كده على البحر يلا بقى تكل على الله بقى تكل على الله بقى انت مش عايزة تحركي لايه هنتحرك ولا ايه بقى طيب انا دلوقتي اموري من ناحية الاكل والشرب زي الفل بس المشكلة معنا كلها في فروع النخل فعشان نجيبها لازم نلوة البحر لأ وعمل حاجة هنا غريبة جدا بصراحة مش حاطت لوت حوالين الجزيرة خالص بص انت هتضيع هتضيع يعني انت كده كده ضيع في كل الحالات يعني فخلونا بقى نكمل كده ونمشي في البحر المظلم اللي احنا مشيين في ده مش عارفين طبعا احنا رايحين فين محتاج ان انا اشرب دلوقتي خلونا نشرب شوية مية هنحط بقى المية الملحة هنا ونصفيها هنحط شوية خشب طبعا لميت من الجزيرة اللي انا كنت فيها الحاجات اللي قدرت ألمها معي وعايزين نسوي اللحمة لأ تقريبا انا سويت اللحمة كويس انا اصلا اللحمة معي فحمت كمان بيقول لك خلي بالك بعد كده طيب يا باشا ماشي شكرا بالمفروض دلوقتي ان احنا ماشيين في اتجاه اللوت اهم حاجة نركز عليها جدعان فروع النخل دي اهم حاجة عندي دلوقتي لازم اجيب فروع نخل كتير جدا عشان عايز اصنع الاول الشاكوش لازم نصنعه باي شكل دلوقتي نشرب شوية ما نضاف كده وايه بعد كده نجيب الخطاف بتاعنا المفروض ان ده خردة تقريبا سواني كده لا بلاستيك ولا خردة كده يحصل لغباطها ما بين رافت وما بين دي انا مش شايف لحد دلوقتي فروع النخل خالص مش عايف ليه انا شايف فيه واحدة بعيدة هي تنحاول كده نجيبها ايه ده في ايه والحبل ده مش شغال ايه طبعا المسافة بتاعت الحبل ده مش كويسة زي رافت الصراحة هنقب بقى نعمل مكرنات طول الحلقة بقى ما بين اللعبتين ماشي ما فيش مشكلة هما كده كده اصلا اللعبتين قرابين من بعض جدا يعني وايه معانا برميلة هوت يا رب يكون فيه شوية فروع نخل معرفت شمسك البرميل لا هتلي بقى بعد اذنك البرميل ده ايوا هتقول ليه كده باشا برضو لسه ما خدناش فروع نخل طيب احنا عندنا ازمة كبيرة جدا 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 دلوقتي معانا صخور ومعانا حديد اللي احنا جبناه من الكهف بتاع المرة اللي فاتت ومعايا شوية مسامير ومعايا شوية خشب بس ناقصنا يا جدعان فروع النخل موضوع صعب جدا والله ايه ده ازمة كبيرة فعلا والله اعمل ايه طيب انزل ازرع نخلة بنفسي يعني ولا ايه مش عارك خلونا كده نحاول نجيب البرميل اللي هناك ده ان شاء الله الامل فيه ايوا مسك في الخطافة هوت خلونا نشده كده برضو لسه ما فيوش فروع نخل طيب انا شايف كده بشاير فروع نخل جيالنا في الطريقة هي يا مسهل طبعا الخطاف ده مش نافع وصار جدا بعد كده هيبقى فيه خطاف اتوقع حديد اكيد هيبقى اطول من ده شوية طيب خدنا شوية فروح حلوين هم خدنا تلاتين فرع كويس خلونا بقى ناخد لوت على قد ما نقدر لان طبعا محتاجين لوت بالهبل والله العظيم انا مش عارف المطور مش مباحبح معنا اللي ايه يعني وانت بتعمل حاجات دي في البيت قصة ولا ايه توقع كده المية بقت صفية خلونا نشرب شوية مية نظاف كده حلوين وبعد كده نحاول نجيب البرميل اللي هناك ده عيني منه بصراحة نشده معنا نقدر الحمد لله في فرع نخلة هوت خلونا كده نشده معنا برضو يا مساهل الحال يا رب المفروض ان فيه جزيرة هناك هيت بس للأسف مش هنعرف نروح لها دلوقتي يعني وعايزين النهاردة اجدعان نكبر المركب شوية لان انا حسس ان المركب دقيق علي قوي مش هارف اتحرك فيها والله طيب دلوقتي اجدعان فيه مشكلة عندي اتمال على الاخر خلونا بقى كده نحط الستون هنا ومعنا هنا مفصلات هتوقع كده امورنا زي الفل خلونا بقى نصنع حبال المفروض ان انا بصنع الاول من فرع النخل اللي هو القماش او الغزل برضو ما صنعتش كتير قوي وبعد كده بنصنع الحبال طبعا برضو ما صنعتش كتير قوي خلونا كده نحاول نشوف الشاكوش ده نقدر نصنعه كويس جدا المهم معي مكان فيه فروع اهي هتهال يا باشا بعد اذنك دلوقتي اتوقع اه اقدر اصنع الشاكوش ده خلونا نصنعه على طول نحط بقى على رقم اه اتنين ونحط الكوبا ديت على الرقم اللي هي في الاخر دي ماشي في جزيرة قدامنا هناك هيت برضو مقربين عليها يعني بس واني كده نحاول نجيب الحاجات اللي بتعدي مني دي بسم الله الرحمن الرحيم مسكنا بلاستيك ايه ده يا مش عارفة تشدد بلاستيك ليه الحنية اللي انت فيها دي انشافي كده ده انت في بحر يعني المفروض ان احنا بنلعب بشخصية بنت يا جدعان على فكرة يعني حساسها كده حناينا على البحر مش هميمها لبحر ولا اي حاجة خالص عملنا الشاكوش خلونا بقى دلوقتي نصنع كمان مارسة بتاع المركب طبعا محتاجين حبال والحبال بتتعمل من فروع النخل فلسه هنلوت كمان يا جدعان عايزين نفضي المكان نحط ده على بعضه ونحط كمان ايه الستون دي مش عايز انا مش عايز ستون بقى خلاص كفاية ستون بقى ومع انا شوية خوردة كده ومع انا شوية مسامير نحطهم هنا طبعا اكيد مش محتاجينهم ومعايا لحمة اا محروقة خلونا كده انا كلها نقدر ناكل اللحمة المحروقة عادي مفيش مشكلة ما بيحصل لناش حاجة يعني طيب انا شايف فيه جزيرة بسيطة هناك هيت ان شاء الله نعرف نروح لها بس محتاجين المرسة ايه ده في موزايا واقعة هنا هي ده تلات موزايا انا لاحزت حاجة مهمة جدا هنا ان انا اقدر احط الحاجات الاسية اللي انا بعملها في حاجة اسمها او المفضلة يعني فانا اقدر احط القماش ده هنا ونقدر نحط كمان الحبال دمت اللي انا محتاجهم دلوقتي ضروري يكونوا معايا في القائمة بتاعت المفضلة عشان بحيث ان انا مفتح الاقيهم على طول في وشي كده فاحنا نصنع غزل اتوقع دلوقتي نقدر نصنع المرسة لأ المرسة لسه برضو محتاج ستون ومحتاج حبال نقدر نصنع حبال نقدر نصنع حبال اهم حاجة ان انا صنعت الشاكوش دي اهم حاجة عندي لان الشاكوش هيسهل علينا كتير ان احنا نعرف نجيب فروع نخل هاتلي كده البلاستيك ده وهاتلي الفروع اللي جاي علينا دي وسايبة طيب هو الخطف كمان هيتكسر دلوقتي حالتنا صعب قوي والله العظيم نعمل كمان خطف قبل ما يتكسر نكون جهزين به هاتلي كده الفروع دي الله يا فرج الله الله اخيرا يا جدعان والله العظيم اخيرا هاتلي كده الفروع دي الله تلاتين بس ايه ده طيب عايزين بقى نتحرك بسرعة جدا لأي جزيرة المرسة فين لا احنا عايزين بقى نحط المرسة في برضو عشان هنصنعها كتير جدا وعايزين نصنع النهاردة الشراع يا جدعان ضروري جدا برضو المهم خلونا نصنع المرسة محتاج خمسة ترش تقريبا انا حطيتها هنا اللي هي الزبالة اللي هي دي ايوة تمام معانا الحمد للامج ده فهو تنمر اللي فاتت كويس وهي معانا شوية سماويل خلونا بقى دلوقتي على طول نصنع ده لأ سوانيك نجيب شوية ستون من وعشرين ستون وبعد كده نصنع على طول عشان نكون جاهزين يا جدعان هنحط مسلا على الرقم اربعة وبعد كده نحطه في اي زاوية كده الفروض دلوقتي ان انا قدف عالجزيرة اللي هناك دي مفيش مركب غرقانة كده ولا حاجة بصوا يا جدعان يعني انا بقول هقدف عالجزيرة دي الموجة عائلت والدنيا شتت وبرق ورعد والدنيا بازت خالص يعني فجأة كده مش عارف ليه اللي خلينا اقول ان انا لازم اروح هناك يعني طيب دلوقتي يا جدعان عايزين نصنع الشراعة بتاع المركب محتاج خمسين مصمر وتلتميت آآ غزل او قطعة قماش وخمسين حبل يا الله ليه كده عام ده انا غلبان يا عام احلى حاجة ان احنا هنا براحتنا يا جدعان لا فيه قرش بيه جمعالينة ولا بتاع اهم حاجة بس ما نزلش المية السمك اللي تحت المية بيقرم جامد صراحة بنزل لي صحيتي وبتاعه بحتاج باندج وحوراه نقدر نحول على طول للغزل ده معانا كتير والله العظيم معانا كتير طيب عايزين نصنع الشراعة لانه بيقول لي ان الشراعة هنا مهم جدا عشان هو ده اللي هيوجه لك المركب بتاعتك يعني انا شايف ان هو حاجة مهمة نقدر نصنعها دلوقتي ان شاء الله يعني على امل ان احنا نقدر نصنعها يعني طيب انا حولت كل الفروع النخل اللي معايا لقماش معانا دلوقتي اتوقع مية وخمسين مية وخمسين من تلتمية فضلنا حاجات بسيطة ومعانا مسامير كتير خلونا كده نحاول نكبر المركب لو قطعة واحدة بس معانا بلاستيك محتاجين حبال بس سواني كده اقدر اعمل حبال دلوقتي هجدعان على فكرة طيب انا حولت كل الحاجات اللي معايا حبال سواني كده هاتلي كده الحاجات دي ايها الحمد لله ختم هما التلاتة كويس كويس اوي كويس اوي 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 طيب نقدر بقى نكبر المركب ان شاء الله نقدر نكبرها اا محتاجين بس خشب على فكرة وأنا معايا خشب كتير يعني اا محتاجين الف وشوية خشب. نقدر نكبر المركب دلوقتي على طول يا جدعان على فكرة شواني بسم اللهentar assistir ايوه كده اخيرا انا وسحها من انا انتجاه بقى هنا ولا من هنا ولا من هنا? انا بقولANNA وسحها من هنا عشان اقدر اشوف اللوت وأنا ماشي. نوسحها من هنا طبعا خلصت كل المرادة دمعي بسبب دي. الحمد لله اخيرا المركب وسعت عليها شوية. بدل البهدلة والشحتاطة اللي انا فيها دي. قدت ليه كده البتاع دي? ماشي? الله. لأ حلو الجو جميل للصراحة. ماشي نحاول بقى كده. نجيب الجزيرة احنا راحلها اصلا جدعان. هو بيوديني عليها. لوحده يعني. طيب احنا قربنا على الجزيرة خالص. طبعا مش عايزة اقدف برضو قوي. عشان لو احنا فضلنا نقدف هنيجي عندها او قريب منها بسنة بسيطة ويرجعني تاني. هيبقى الموضوع صعب يعني. طيب عايزين نسنع كشاف يا جدعان. ينفع نسنع كشاف طيب. والقايمة دي فيها حاجات مهمة جدا يا جدعان على فكرة. في عندنا الرف ده او الدولاب ده اقدر احط فيه البوكسات اللي عندي على المركب. اقدر اصفق بعضها كده يعني. ده البوكسات الصغيرة وده البوكسات الكبيرة. حلو? كان اللي هو بتاع انت ريه ومعنا ترابيزات? دي ترابيزة دي ولا ايه? ترابيزة غريبة دي على فكرة. ماشي وعندنا ترابيزة ديت تمام? وعندنا كمان كشاف بس محتاج مسامير ومحتاج برضو غزل. توقع اقدر انا من دلوقتي بالصباح الخير يا جدعان. بص يا جدعان انا هروح للجزيرة الهناك دي هتنكسر كل شجر اللي هناك. خلونا ناخد خطوة ونتحرك على طول على اي جزيرة من الجزر اللي هناك دي. ونثبت المركب. بسم الله الرحمن الرحيم توكننا على الله. حلوة الحتة اللي انا زودتها في المركب. بص يا جدعان احنا قريبين جدا من الجزيرة دي. فعايزين نستغل الوقت اللي معنا. ونستغل ان البحر هادي دلوقتي. عشان نوصل هناك بسرعة. عشان نقدر نلوت الجزيرة دي. هاتلي دي كده? ماشي. بص يا جدعان انا نروح هناك. هقشط الجزيرة دي كلها. بص يا رب بس ما نقبل هناك لا اسد ولا اي كائن غريب من الكائنات اللي احنا بنقبلها دي. المفروض ان انا هدفي النهاردة كمان عايزين نصنع الفرن اللي بيسيح الحديد عشان محتاجين نعمل مجداف حديد. عشان نعرف نقدر وما تكسرش بسرعة لان ده زي ما انتم شايفين كده بيبوز بسرعة جدا. اخيرا الشمس بدأت تطلع والنهار بدأ يشأشأ. الله الجو هنا حلوة اوي. وهاتلي كمان البرميل اللي احنا داخلين عليه ده. مفروض دلوقتي ان انا عطشان كمان. يا عم هات البرميل يا عم. يا عم هات البرميل يا عم. اه ده اللي انا كنت اخاف منه. طبقت لي بقى البرميل. ويخلونا نطلع على المركب بتاعتنا بسرعة عشان نحسس ان انا كان هيحصل لحاجة دلوقتي. لازم نستنى نقمن نفسنا ونشوف الجزيرة دي هاتهال فيها حيوانات مفترسة ولا لا. بسم الله ما شاء الله. هي دي الجزيرة اللي انا عايزة. فيها شوية لوط محترمين جدا 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 جدا. فيها شوية شجر يستهلوني بصراحة. نرمي بقى المارسل بتاع المركب. خلونا بقى نحط اول حاجة الرمح عشان هندخل في معركة دلوقتي صعبة جدا. الاول بس نشرب شوية مية كده عشان نتشجع واحنا داخلين. صحتنا تكون زي الفل. وعايزين نصنع كمان اكيد آآ نشغل كده ده امت. وقعت لي كمان شوية مية باشا بعد اذنك. وبعد كده نحط الماء دي هنا. ماشي قملة دي على اخرها ماشي ما فيش مشكلة. احنا ممكن نصنع واحدة من دي كمان يعني. بس عايزين نكبر المركب الاول يعني. اهما حاجة بس نشرب شوية مية. ومحتاجين نصنع ضروري جدا. هنحتاج مسلا اربعة مش مهم. ماشي. وعايزين بقى ننزل نشوف الحيوانات اللي موجودة في الجزيرة دي. يا طرح هيبقى في حيوانات هنا مفترسة ولا لأ. الله انا مقلق شوية الصراحة. في موز. خدنا الشجرة كلها. والله العظيم. اكلت الموز الحمد لله. وعندنا افو جاتو. وعندنا كمان. انا ناس. الله. كل يا معلم والدلع. لأ كفاية. كفاية كفاية. معدش فيه مكان اصلا بطنة ملت على الاخر. انا شايف فيه هنا شعب مرجانية. سواني كده هون اقدر انزل اللوت تحت يا جدعان. اوه اقدر انزل اللوت تحت كمان هنا. هو الفكرة دلوقتي ان انا ما عنديش مكان ان انا اللوت حتى يعني. فخلونا كده نصنع ايه ده? انا شايف نمر. ده اسد. انا يطلع لي اسد. اهرب من القرش يطلع لي اسد. ينفع كده. طيب عايزين نصنع الاول اهم حاجة عشان نحط فيه اللوت اللي معنا. نحط الخردة دي هنا برضو مش عايزينها واللستون برضو مش عايزينه. وخلونا دلوقتي على طول نصنع لنقدر عليها كدعان. دي قدر اصنعها محتاجة خمسة وعشرين مصمار انا معي ما سامير يا بش. خلونا كده نجرب انا عايزين نصنع الدولاب ده. ماشي صنعنا الدولاب. وبعد كده عايزين كمان نصنع آآ صندوق صغير نحط فيه اللوت بتاعنا. محتاجين هنج اللي هو المفصلات. عايزين اتنين بس مش مهم. موجود معنا باشا كل حاجة الحمد لله. نقدر نصنع كمان بوكسين. ما شاء الله. خلونا بس الاول نحط الدولاب ده في اي مكان. عايزين نختار مكان كويس. هو اصلا ما فيش مكان كويس حتى ان احنا نحط فيه اي حاجة يعني. فخلونا كده نحط الدولاب ده هنا مسلا كده. المفروض دلوقتي ان الشراع هيبقى في مقدمة المركب دي. سواني كده كده انا عايز انقل السرير ده من هنا. نخليه بالطول هنا كده. اظن يعني هيبقى احلى يعني. خلونا كده نحاول ننقله الاول. انا كان ما عايش اكوش هنا. هنا كده. والله انا كان عندي فكرة. سواني كده. اهو انا اقدر اشيل دي. واقدر اشيل البوكسات دي من هنا كمان. اه تمام. بيقول لي لازم تفضيها عشان تشيلها. هو دي ازمة تانية كمان. كما تشيلها يا عم كلها. سده هنا حلوة. سواني كده. اهو. مفروض ان ده دولاب يا جدعان هنحط فيه اللي هنا دي. عملنا البوكس ده. خلونا كده نحاول نحط البوكس جواه. توقع هينفع هينفع والله العظيم. لقى فكرة جامدة عشان الليم البوكسات دي بدل ما تلبخ المركب كلها. بس انا حاسس ان البتاع دي قفلت علينا كده الشمس. مش مهم كده كده الشمس بتحرك. خلونا بقى ننقل حاجات اللي احنا مش عايزينها. نقدر نصنع يا جدعان كمان اه مركب زيادة طيب. حتة زيادة. والله اتصدى قدر اصنعها. خلونا كده نصنعها. نكبر المركب يا جدعان. عايزين بقى خشب كتير. حتى الخشب اللي ما مش هكفي. ايلو. لأ والله هنقدر نصنع كمان واحدة. اصنع كمان واحدة باشا. عادي. لأ ده احنا عايزين نصنع كمان واحدة بقى. سونا بقى كده يا جدعان. هننزل اجيب شوية خشب. هنغامر بقى. عشان نوسع المركب دي توسع كمان. توسع واحدة بس. دلوقتي يعني. عايزين كمية خشب رهيبة جدا. صدونا انا ممكن اللوت الارض اصلا. طيب نكسر بس النخلة دي الاول. ايوة تمام خدنا سبعين ورق نخل. والله العظيم. طيب ناخد كده الخشب ده. على فكرة انا اقدر دلوقتي اقبر المركب. سواني كده. نشوف. لسه يا جدعان. اوف محتاجة حبال. سواني كده نقدر نصنع حبال. لأ محتاجين نصنع الاول فروع النخلة دي. مفروض ان انا كنت عملت الكلام ده في الجزيرة الاولينية اصلا. اوه 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 اطلع يا ايه ده? ايه? ايه ده? خديني والله العظيمة خديني يا جنيه اللزينة. انت كيت من اين يا معلم? يا الله يا الله. سواني بقى كده نطلع على المركب بتاعتنا بسرعة. اطلع باشا. والمفروض دلوقتي ناخد لنا الاول واحدة كده. اتنين ماشي مفيش مشكلة. وعايزين بقى نكمل صناعة المركبة كدعان. هنا فضلنا خشب كتير جدا جدا جدا. عايزين ننزل نروت كمان. طب محتاجيني بالزبط بقى عشان نعرف ايه اللي احنا نلوته. محتاجين حوالي خمسمائة خشب ومحتاجين مشكلة دلوقتي هتبقى في البلاستيك. يعني احنا اصلا مش هنعرف نكمل اللي احنا بنعمله ده. طبعا مش هنعرف نجيب من هنا بلاستيك ولا البلاستيك بتصنع. بنلوته بس. طيق. بسم الله الرحمن الرحيم توكننا على الله. خلونا بقى دلوقتي ناخد اللوت ده. معنا مشرم. ماشي يا هاتلي مشرم. وانا مش عايز ستون بقى الصراحة يعني. عايزين خشب على قد ما نقدر. زي ما انتم شفتوا هنحتاجه. تعالى معلم. مش عايزة بعد عن المركب قوي. تعالى تعالى. ايه ده? ده الاسد جاي هو مراته. ينفع كده. طب انا هقتلك مراتك قدام عينك دلوقتي. تعالى معلم. تعالى. ماتت. تعالى. طبعا انت هتنتهم دلوقتي. يا نهارى يا زرق. موتت يا جدعان ورزبين. انا تهورت معلش. الحمد لله انا ما موتش. هو فاضل له ضربه اصلا. ضربه واحدة. ايه ده? ده صحيته راجعت من تاني على فكرة. ايه ده? ايه ده? ليه كده? ليه باموت بسرعة كده? خدنا نقدر نصنع كمان? طقع ما نقدرش. بس نقدر ناكل ماشرم من ده. الماشرم بيزود الصحة يا جدعان بعد البندج. انا عارفين اصل معلومة دي من المرة اللي فتت. المفروض ان الكوباية دي مش محتاجة معاية دلوقتي خالص يعني. خلونا كده نحطها على المركب. طبعا احنا قزمتنا دلوقتي كلها كانت في الحبال. فخلونا بقى نركز دلوقتي اهم حاجة ان احنا نجمع ورق نخل كتير. طيب دي هتطلع علينا ايه? دي نخلة اصلا هي تقريبا. لسه صغنطوطة. تمانين يا جدعان والله العظيب. خدنا تمانين كويس. مفروض ان احنا كمان نلوة الاااا الاستادة اللي احنا مقوتناها دول. ايه ده? معادش معاية مكان ازاي? طبخلي ماشروم بقى مفيش مشكلة. ايه ده? بس وحيتي بقت متين والله العظيم. ايه ده? ما شاء الله? كويس. طيب عايزين كده نفضل الحاجات اللي معانا. احنا محتاجين اكتر من دي جدعان. سواني بقى كده عشان في مشكلة. لأ انا لازم افضي. لازم افضي بجد. لازم افضي الحاجات اللي معانا دي. نعمل بقى سنديق كتير بقى معلق. حط ده. هنا برضو كده. الرخمة في الموضوع هنا ان انا بعد اما هعمل القرفف دي كلها ما اقدرش حركها برضو. لازم افضي السنديق وبعد كده اشتريت السنديق وبعد كده اشير للرف. عزين كمان صندوق محتاج اتنين بولتس اللي هي المصامير دي. نقلها كده مكانا خشب. ماشي. نصنع كمان صندوق. نقدر نحط بقى هنا في الرف اللي فوق ده. نفضي بقى الحاجات اللي معانا دي كلها. طبعا الفروع ديت اهم حاجة عندي والغزل. ومعانا هنا تفجاده. لأ سيبه دلوقتي. والشاكوش ده احنا مش محتاجينه. اه ونحط المسامير. ومعانا الرمح. انا واخد رمح كتير معي. ليه كده? نفضي يا معلق. نفضي بقى الحاجات دي كلها. والخردة واللحمة برضو. مش محتاجها دلوقتي. والمفصلات طبعا انا هجمع اللوت كله على بعضه. آآ وعندنا كمان ستون وفروع نخل. توقع كده امورنا تمام. معانا كوكونات. وفي خشب برضو معانا هنا. يلا يا جدعان بسم الله الرحمن الرحيم نكمل تلويت. مفروض ان النخل ده هيدينا فروع نخل وخشب بس. فانا هشيلهم بقى كلهم هاخد كل ده. هتوقع كده خلاص الجزيرة دي فضت من الاسود يعني. هما الاسادين دولة بس اللي كانوا عايشين فيها. سواني كده جدعان نقدر نصنع الفرن ده. المفروض ان ده الفرن اللي بيصهر الحديد. او اللي بيشكل الحديد يعني. عايز طين وعايز طوب المحروق. اللي هو ده. آآ محتاج رمل وطين. اتوقع ان الحاجات دي موجودة في البحر. طب عشان ناخدها هنعمل ايه فيه? اهداء مسلا ناخدها بها ولا ننزل نلوطها على طول. هنجرب هنجرب. الاول بس عايزين فروع ناخل على قد ما نقدر. الله بصراحة جدعان انا كان نفسي. ازود المركب دي كمان. سواني كده. ما اخدتش بالي من حاجة مهمة جدا. اتوقع كده ان انا معاي بلاستيك يا جدعان. لأ. طب وهنا للاسف مفيش بلاستيك. معاي عشرة بلاستيك بس. كنت عايز زود القطعة لنقصة دي. طب نقدر نصنع على الشراع دلوقتي. والله انا عايز نطور المركب بسرعة جدا والله. عايزين غزل. طيب نقدر نصنع الغزل دلوقتي. ماشي. وبعد كده. نسواني. نشوف. هنحتاج ايه تاني. ادي كده مية غزل. اتوقع ان انا حطيت فراع آآ من النخل هنا كتير. خلونا كده ناخدها معانا. ونحولها كلها لغزل. مية. كده فضلنا يا جدعان. تلتمية ومحتاجين خمسين مصمار. ما صمر معي. تقريبا قادرة كرفتها اصلا يعني. محتاجة رش. سواني كده. معانا ما صاميت طيب ولا مش معانا. هو عايز تقول لي ان هي خلص. لأ معانا والله. معانا خمسين مصمار. طيب هيبقى فضلنا كام? حوالي مية وخمستاشر فرع نكمل عشان نعمل بقى الشراع بتاعنا. سواني كده. انا شاف في حاجة هنا. هلا? ده في غزل جاهز على الارض على فكرة. كويس والله. وخدنا وخلونا بقى نكسر كده دي مش هتتكسر. خلونا نشوف دي كده. خدنا تمانين فرع خلونا كده. نصنع فاضل حوالي خمسين بس يا جدعان على فكرة. الله العظيم. فضلناها حاجة ببسطة جدا ونصنع الشراع بتاعنا. يا مساهل الحال يا رب. ده اهم حاجة عندي الشراع ده والله. لما كده نصنع دولة برضو. سواني بقى كده نقدر نصنعه. فاضل خمسة بس. نكسر كده شجرة من دي. شكوش طبعا هيتكسر دلوقتي. ايه ده? نسمع صوت حد وراي على فكرة. اه ايه ده? ده فيه تمسح هنا على فكرة. ماشي ماشي ماشي. تسيبك منه دلوقتي تسيبك منه. تركز بس على فراش شجر وكده كده تمسح هناين يعني. ما بيهجمش ولا بيعمل ايه حاجة. بصوا اهبل والله عزم مجنون. يا مجنون. طيب اه نصنع كمان غزل. اتوقع كده خلاص يا جدعان. هنقدر دلوقتي نصنع. ايه ده? وبيهجم علي ولا ايه البتاعدة? معنا شوية موزة همت. فيه شوية حاجات هنا هيقلوا والله الجزيرة دي مليانة لوت على فكرة. دوتناها? لأ. صدها لسه ما دوتهاش. فيه شوية خشب هنا محترمين جدا خلونا كده ناخدهم. بص انا مش هسيب حاجة هنا في الجزيرة دي. الله ينارى بوحمد عاملين شغل واداء حلوة يا جدعان والله. الحمد لله انا ماشي دلوقتي بكل اريحية. اموري متزبطة اكل وشوربي. ومعي الفروع آآ النخل بتاعتي. يعني بص كل حاجة تمام. نفسي راحي المكان اللي هناك ده على فكرة. الشراع بتاع المركب عايزين خمسين مصمار والحمد لله معي المسامير. خلونا كده ناكل واحدة جوز الهند. تمام? عايزين بقى نصنع الشراع بتاعنا. واخيرا الحمد لله صنعنا الشراع هيبقى هنا في المكان ده. اتوقع المكان ده هيبقى كويس. المفروض ان هو يبقى في نص دي بالزبط يعني. نبقى ننقله عادي. نبقى ننقله عادي ما فيش مشكلة. بصوا كدعنا نزبط على قد ما اقدر في الجنب هنا كده على اساس ان هو يبقى في النص بعد كده يعني. الله ده انا ممكن احطه على طرف البتاع خالص. تمام المشكلة. اوو صنعنا الشراع صنعني بقى كده. الله. لأ حلو. واقدر لفه. كويس. ايوة كده بقى يا جدعان بقى هو ده الكلام بقى. مفروض ان الشراع ده يسبت للمركب او هيوجهها للمكان اللي انا عايز اروحه. حلو حتى لو فيه رياح يعني. كده الحمد لله صنعنا الشراع. خلونا نكمل تلويت. نقدر نصنع ايه تاني دلوقتي يا جدعان. على طول يعني. معانا الازازة ده تقدر اصنعها. بس محتاجة سمغ او لازم. طيب الفرن ده محتاج عندنا ايه تاني ممكن نتصنع هنا. الكشاف ده. محتاجة عشر مسامير وتلاتين غزل. عشر مسامير اتوقع معايا مسامير لسه. معايا مسامير. وعايزين تلاتين غزل. اتوقع اقدر اصنعهم دلوقتي. الحمد لله صنعناه. تمام? طبعا هو كشاف بدائي شوية بس مش مهم. هيضل غرض ايه ده? عود ده ولا ايه? في ايه? والله مش عارف اختار له مكاني يعني. بس توقع ان هنا هيبقى كويس. هنا كده. ماشي سواني كده نشغله? ايه ده? هيفضل شغال كده? والله مش هيخلص? والله العظيم بجت? هتبقى مصلحة دي اتجامدة والله. يا رب ما يخلص يا رب. عود يا جدعان بس كبير شوية. ام نقدر نصنع ايه تاني دلوقتي عندنا دي. اه تمام. لنبا ازاز. لنبا الازاز محتاجة ازاز. وطبعا لسه مش عارف هيجي منين اصلا. طب السكينة دي محتاجة خمسة وعشرين تراش. صاني بقى كده? انا عايز اصنعها. هي دي معي تراش اللي هي في الزبالة تراش يعني. تمام? معي واحد وعشرين بس. وفت على اربعة. طبعا التراش عشان تجيبها. محتاج ان انت تلوتها من البحر. طيب نكمل تلويت بقى. عايزين اهم حاجة على قد ما نقدر جدعان غزلي. ده اللي انا محتاجوا دلوقتي. هو الشكش القصق. نقدر نصنع واحد يا رب اصنع واحد على طول. محتاجين ستون بس ستون بس. هاتلي ستون كده? كده خلاص يا جدعان. لأ سوان. محتاجين كمان شوية. ما فيش اكتر من الستون والله. ايه ده فيسوا الحيفة هنا ايه? ماشي. نقدر نصنع دلوقتي وبعد كده نحط على طول في رقم تلاتة. قالوا هاتلي الموس ده. وهاتلي الموس ده كمان. هاتلي بقى كل الشجر اللي هنا. وخدنا الناس الحمد لله كمان. تفتكروا يا جدعان اقدر اخد الشجر ده كله معي. انا ماشي. معقولة. انا بص انا مش هسيب حاجة هنا خالص. طيب دلوقتي يا جدعان عايزين نجيب طين. عشان محتاجينه برضو. هنجيبه منين الطين ده بقى. اتوقع يا جدعان ان في حاجة تحت البحر. ما تيجوا نغامر كده. سواني كده نكسر اخر شجرة ديت. وننزل هنا تحت البحر يا جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي? ده ايه? دي حاجة على فكرة نقدر نلوتها. طيب سواني كده? قدر نلوت بالخطاف طيب? طبعا فيه اكسوجين كمان. سواني كده? ما قدرش نزل بالخطاف. مكيد في حاجة نقدر نصنحها عشان نلوت البحر من جوه. ايوة هنا? مسلا. اه ستون شوفيل. اتوقع دي يا جدعان على فكرة. مفروض ده ايه بالزبط. هي حاجة اسمها شوفيل. مش عايف دي ايه بقى بالزبط? فنشوف دلوقتي نجرب كده. هو بيقول هنا في الوصف بتاعها ان انت تقدر تطلع الطين والرمل والوقوت تقريبا يعني. فخلونا كده نحاول بسم الله الرحيم. اه نزلت بيها بالبحر هو. دي? سواني كده? بس المشكلة الاكسوجين معي ضايع والسمكة قرميتني للأسف. سواني عشان في حوار دلوقتي. زي يعني ما فيش غزل يعني. نصنع اللي هي البندج. ناخد واحدة كده طيق. هنلوت ازاي? بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مسلا. ما ينفعش يا جدعان برضو. طب فين فين فين? أوف السمكة يا جدعان وراي على طول. طبعا الاكسوجين عندي ضايع. نطلع ناخد نفس. ايوة. اوف. سواني كده ناخد واحدة. ماشي. وانا بقى كل المنزل واطلع اخد لي واحدة. ايوة. سواني كده. ده ايه? دي ستون. يا عم ستون برضو ليه? ايه ده? في حاجة هنا. ايه ده يا جدعان? انا اصلا معايش مكان كمان. سواني. ده نقدر اخد الحاجات دي. يا دي ايه دي? سواني كده عشان السمكة مش سابين في حالي. انا معايش مكان اصلا نشيل الحاجة دي. عايزين نسنع صندوق كمان بسرعة. تقريبا كده هنفضل عايشين في الجزيرة دي شوية جدعان. لما انقشطها من كل الحاجات اللي فيها. طيب ونقدر آآ ناكل المشروم. فين المشروم? اتوقع ان انا حطيت المشروم هنا. سواني كده. خط بقى اللوت اللي معنا ده هنا كده. دي مش عايزها دلوقتي والمسامير مش عايزها. اتوقع مش محتاج خشب اكتر من كده يعني الخشب ما شاء الله ربنا نبارك فيه. وعندنا دي نحطها هنا. سواني كده كان فيه معي مشروم هنا. ايوه هاتلي المشروم ده. بتزبط الصحة. بس كالت اتنين كفاية. وعندنا دي بتزبط الميا برضو. يا رب بس ما يجي لي اسهلم اللي انا بعمله ده. سندوق لي في النص ده فاضي خالص يا كده. هنشيل بقى الكوباية. ونخلي معنا دي. عايزين نجرب نقتل السمكة كده عشان خلاص اتخناتم السمك برضو. مش كوش ده برضو مش محتاجه. والحبال والمسامير دي. واللحمة دي ات ممكن نسويها دلوقتي حالا بشوية خشب احنا معنا خشب كتير جدا. نشغل النار ديت. اتوقع كده امرنا تماما كده عن عايزين بس نصنع شوية باندج. بس كده تمام. كده احنا فضينا الشنطة اللي معنا خالص. خلونا كده نشوف الحاجات اللي انلوتها من البحر. وانا اقدر اشد دي اصلا على طول كده. اقدر اشدها على طول دي ايه بقى? ايه دي? ايه دي ظهور عموما يعني. ودي برضو اقدر اخدها? لا. ما اقدرش. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده عن البحر انها جامد ازاي? والله العظيم. احنا طلعين صيف يا باشا. احنا طلعين صيف. قدت لي بقى البتاع الاحمر ده اللي احنا مش عارفين انا نحتاجه في ايه? سواني بقى كده عشان السمكة دات انا اتدقيت منها جدا. وفي ايه? هو انا كل منزل بحر تقرميني. سواني كده هجد عن. خلي البندج رقم اربعة. وبعد كده ننزل البحر كده نموت السمكة دي. مش هل السمكة دي خنقتني بصراحة. انا مش عارف انزل هلوت. سواني كده هي دي. اهي. كلي ايوة ايوة صح. طين 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 طين. ازينة جامد على فكرة. الحمد لله خدنا طين على فكرة والله العظيم. اخدنا واحدة حلو. نصنع كمان شوية محتاجين فروع للغزل. نصنع بقى كتير بقى. الحمد لله كده صنعنا شوية حلوين جدا. ننزل بقى جدعان. سواني كده ما حاول قتل السمكة دات عشان خلاص بقت رخمة. يا كده بترخم معي. انت روحتي فين بقيت عليه كده? مش هالف اخد. برضو السمكة قرميتني. طيب ناخد كده جاهز بالباندج. والله ما بنا شوفهاش يا جدعان والله ما بلحقش. اهي اهي. ده كتير والله العظيم انت طيانة البحر كده ليه في ايه? بعدين ايه السمك الغريب ده اصلا. اهي ده هدربه والله اجري بقى امشي بقى. ايوة. اهي. تعالي تعالي. تعالي تعالي. تعالي انت بتغرب مني فيه. ببتلي دي كه? ببصوا بقى جدعان معليش بقى انا هلوت. صحيت بتروح صحيت بتروح. اطلع اخد نفسي بسرعة. خدنا شوية كليه كويسين جدا. ننزل نكمل كده تلويت. السمك مش سايبني في حالي والله العظيم. اوف شكلها مرعب والله. ايوة. ايوة بسرعة بقى بسرعة 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 بسرعة. بصنا عمال اخد في باندج. اوف بسرعة بسرعة بسرعة. نفسي نفسي. بص السمكة برضو مش سايباني. حتى انا اطالع بره. يا بنت اللزينة. بعمل ايه احمل نفسي منها ازاي دي. الحمد لله صحيتي لحد ما كويسة. خدنا مية اللي هو الطيني يعني. المفروض ان الكلي ده كنا هنصنع به ايه بقى. الله مش متذكر بصراحة يعني. نحاول كده نشوف ايه اللي احنا كنا نصنع به اللي هو ده. محتاجين رامل. بسواني كده. وانا كنت هصنع به ايه اصلا. بيه عندنا دي هتا جدعان. دي بيتجمع المية النظيفة. مش عارف ليه ما صنعتهاش لحد دلوقتي. بدل ما كل شوية شغل النار وبتاع. خلاص بقى خلاص اللحمة تتحرق. خلاص. تدفو دي. ماشي. خلونا كده ناخد خشب. هي محتاجة ايه دي? اه دي محتاجة متن وخمسين خشب. ما هي خشب هنا كتير? اخد خمسمية خشب معنا. ومحتاجة ايه تاني? محتاجة غزل. سواني نعمل غزل. طبعا ما عادش معايا فروع. سواني. طبعا ان انا حطيت هنا شوية فروع. محترمة جدا تحت. لأ مش كتير. هننزل قصر تاني. طيب عارفنا دلوقتي انه الطين موجود تحت البحر. هو عايز طوب محروق او طوب محمس او مش عارف الله. هو طالب مني طوب محروق يعني. طيب بصوا بقى يا جدعان انا هلوت الجزيرة دي كلها من الشجر بسرعة وارجع لكم. طيب يا جدعان قبل ما نام بلا شوفوا المنظر ما احلى. الله العظيم. امر طالع وواقف هنا لواحدي مفيش اي حد معايا خالص. بصوا يا جدعان المركب بتاعتي وانا حطت عليها العود الكابريت الكبير ده. والله العظيم بصوا منورة شكلها جامد اوي. الله. الله على الجو الشعير والله. الله. الجو ده جامد اوي. بص يا جدعان اتكشف ده جامد والله العظيم. وتقريبا كده ما بخلص والله. هو يفضل شغال كده مع نفسه على طول يعني. خلونا بقى دلوقتي على طول ننام ونصح الصبح عشان نشوف ايه اللي احنا بنعمله. وهنا تقريبا خلاص قرب طلوة الجزيرة كلها. او تقريبا لو اتها كلها. بس طبعا الشنطة معايا اتملت على اخيرة ما عادش في مكان خالص يعني. طيب خلونا بقى دلوقتي نصنع الاول بس ننقل آآ الحاجات اللي معايا نفضيها. ده طبعا مش محتاجينه. وناكل حتة لحمة عالصبح. وعندنا نسيبه معنا وممكن ناكل معنا كمان شوية جوز الهند. حس انه بيزود لنا الماء والاكل مع بعض. وعايزين دلوقتي نصنع على طول البتاع اللي بتنقل مية دي. الجهاز ده. طيب محتاج آآ اللي هو الغزل. الجزيرة اللي احنا فيها دي فرجت علينا كتير والله. محتاجين شوية غزل كده محترمين. وبعد كده محتاجين ايه تاني? محتاجين مية يا الله كتير برضو. بس انا معايا كده كده. يكفي ان شاء الله. تميت شوية حلوين جدا. ماشي اللي هو ده الجهاز ده فاضل لنا خمسين اوف. هنحتاج تراش. للأسف مش معايا تراش. للأسف مش عارف برضو اعمل الجهاز ده يا جدعان. انا بقول نتحرك. انا عايز اروح للمكان اللي هناك ده. حتة اللي هناك دي. ممكن نتحرك لها دلوقتي النهاردة ان شاء الله. اتوقع كده خلاص يا جدعان. نقدر بقى دلوقتي في اي وقت نبقى ننزل جنب اي جزيرة في البحر يعني نجيب منها طين. بس احنا مش محتاجين الطين قد كده دلوقتي. فاضل لنا بس شجرتين هنا. اخلصهم بالمرة. انا محتاج لسه فروع كمان كتير. وعايزين كمان بلاستيك يا جدعان. عشان نكمل المركب بتاعتنا نخليها يعني اربع بلوكات ماشي. يعني تبقى كويسة لحد ما. كده خلاص الجزيرة دي ما عادش فاضل فيها حاجة خالص يعني. خلونا بقى ننزل الشراع بتاعنا الجميل. المفروض ده هنشغاله ازاي بقى? اتوقع ان الهواء لما يزوقوا من الاتجاه ده هيمشي المركب الاتجاه اللي هناك ده. فانا المفروض الفه كده سواني. ايوة. اتوقع كده جدعان هيحرك المركب الاتجاه اللي احنا عايزين نروحه ده. بسم الله الرحمن الرحيم نجرب نلفها سننا كده. ماشي اتوقع كده تمام? مش عارفة تمشي ازاي الصراحة. طيب عايزين نصنع اهم حاجة دلوقتي المرسة بتاع المركب محتاجين خمسة طبعا في ازمة معنا في ده. اللي هي الخردة يعني. اللي هي دي. الخردة دي. تمام? معنا ازمة فيها دلوقتي برضو محتاجين منها شوية حلوين. كل ما نخلص من ازمة نخش على الازمة جديدة بقى. ماشي ونكسر دي بقى كده خلاص مش محتاجها. سوانيه كده الاول انا عايز افهم بس حاجة الاول عشان ما ننساش عايزين نكبر المركب كمان تكبيرة واحدة بس. محتاجين حبال محتاجين خلونا بقى نتحرك من هنا على طول بسم الله الرحمن الرحيم. شلنا ديت ما نشو بقى المركب هتتحرك ازاي? زي ما توقعت يا جدعان هتماشي المركب كده. طيب هي برضو اتجاهها مش مزبوط قوي. سوانيه بقى كده. متهيالي انا كده مش مش زبط المركب صح? رفع لي بقى الشعار ده عشان كده مش عالف اتحرك بيه. مفروض ان احنا نتحرك الاتجاه ده كده. ايوة كده. الله. ايوة بقى. اتحركت ايوة الله العظيم اتحركت. الله اخيرا بقى يا جدعان بقى. السامش شاف الطريق والله. مفروض راح هنا على المكان ده. ايوة بقى هو ده الكلام بقى يا جدعان بقى. اخيرا بقى بقى كن البتاعة دي هي اللي هتحركنا كده? يا م شاء الله. يا ريتنا كنت عملتها من زمان والله. يا بكشاف اللي في النص ده يفضل شغال? مش مهم بقى سيبك منه? لا ادف ولا بتاع. هي دي اهم حاجة خلاص. نسيت موضوع البلاستيك خالص يا جدعان. احنا عايزين بلاستيك. ما فيش بلاستيك ليه? لازم اكبر المركب دي قبل المقفل. انا شايف برضو في مكان ظهر معانا جديد هناك هو. مصلحة دي. طيب. هتلي بس اهم حاجة البلاستيك. وهتلي البرميل ده اكيد فيه بلاستيك ان شاء الله. الله. دلوقتي بقيت بعرف امسك الحاجة والله العظيم نصلحها دي. هتلي كده البلاستيك اللي هناك دي? معرفتش اجيبها. استنى استنى. جبتها والله العظيم مية مية. خدنا كام بلاستيك. تلاتين بلاستيك. استنى ونقدر نعملها دلوقتي. آآ سبعين معنا سبعين بلاستيك. وقف 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 وقف. انا فرحانة اوه والله العظيم اجد هام بالشراع ده والله العظيم فرح بيه اوه. ارجعنا تاني على فكرة مش مهم مش مهم. انا دلوقتي مش عارف عامل ايه مش متلقبط جامد والله العظيم. آآ محتاجين خمسين حبل. آآ نصنع حبال. متوقع كده تمام? محتاجين مية وخمسين بلاستيك اجد عند انا نسيت الموضوع ده اخو اولي. انزل باشا بالشراع باشا. عايزين بس اهم حاجة. على قد ما نقدر نجيب بلاستيك بدل ما المركب كده. نحس ان هي نص كم. هات يا عم دي. جبتها جبتها. هات دي. ايوة جبت بلاستيك. ايه ده احنا رحنا في احنا هدينا الجزيرة ولا ايه انا معدتش شايف الطريق قدامي. اوف شوية اوف شوية اوف شوية اوف شوية اوف شوية مع اوف شوية. طيب بس كده عشان ايه? نحس ان كان بوضيع. هاتلي بس البلاستيك ده كده. بس انا لازم اكمل المركب دي يعني لازم اكمله. افتح بقى الشراعة تاني معلشي. طيب الحمد لله جمعنا يا شوية بلاستيك كويسين قوي. بنقدر دلوقتي نصنع بقى قدر اصنعها يا جدعان الحمد لله. الله قبرت المركب. اخيرا. اخيرا يا جدعان. اخيرا والله العظيم اخيرا الله. سوق يا بو احمد. ايه ده احنا نسمي بقى المركب دي هو ده اللي لايق عليه. لا لا انا زلي بقى بتاع دي عشان نروح نشوف ايه المكان اللي هناك ده. سوق بقى معلم كده. هو بصوا جدعان المفروض ان الشراعة ده الافضل يتحط في دور تاني. هي بقى كويس جدا والله. المركب بتاعتها وسعتها جدعان الله. انا فرحان جدا والله عظيم. فرحان جدا بيها دي. بصوا جدعان والمركب ماشية مع نفسها بقى الرياح هي اللي بتوديها. ايوة بقى الواحد يحس ان هو عمل حاجة وصلنا او خلاص. سنة كمان يمين. انا شاف في جزيرة هناك كمان هيات وفي جزيرة جنبها. كويس. هي دي الجزيرة اللي احنا كنا عليها? ولا دي واحدة تانية? هل دي واحدة تانية? نقرب بقى عليها بالزبط. بطلع. ايوة نزل يا باشا المارسة. واقف ديت على طول. اتوقع كده تمام. بصوا جدعان هفتح ديت اصلا كمان. عشان هوا يفضل يضرب فيها. يوقف المركب هنا. ما تتحركش خالص يعني. طيب نقدر نصنع ايه تاني هنا? واحنا قفين المنقب بتاع المياه ده. محتاج تراش. احنا ما جمعناش تراش كتير سونيكا. معانا واحد وعشرين. فاضل واحدة تصدوه. ويفت على واحدة. يا الله. كل مرة هنيفل الحلقة على حاجة نقصة? مش عارفين نجيبها? طيب اتوقع ان هي هتبقى سهلة دلوقتي يا جدعان. طب يا جدعان عشان الحلقة ما تبقاش طويلة ان شاء الله هنكمل المرة الجاية. يارب تكون عجبتكم حلقة النهاردة واستمتعتوا بيها واشوفكم على خير في حلقة جديدة بازن الله. سمعوا عليكم.